هذا التشكيك لكون الكتاب وما جاء فيه من فم أمير المؤمنين عليه السلام يجب أن ينحل إلى نقطتين النقطة الأولى لابد من الحديث في الجهة الروائية والسندية هل يصح أن ينسب هذا الكلام للإمام أو لا من حيث السند والرواية هل له سند هل ذكر قبل الشريف الرضي هل نقلت هذه الخطب والكلمات عن علي عليه السلام قبل أن يأتي الشريف الرضي أو أن الشريف الرضي جاء وافتعلها واصطنعها ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن الإجابة على تلك المسائل المذكورة وسنشرع في القسم الأول ذلك أن من الطبيعي عندما ننظر إلى أي نص من النصوص وأنه منسوب إلى فلان قبل أن ننظر في دلالته وفي معانيه ونورد إشكالات أو ملاحظات على معنى ذلك الحديث ينبغي أن نتأكد من كونه صحيح النسبة إلى قائله أو لا عندما يؤتى بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن نبحث في متنه ومعناه لابد أن نقول من الذي جاء بهذا الحديث وأين روي هذا الحديث وهل له سند أم لا ثم بعد ذلك إذا علمنا هذه الجهة انتقلنا إلى الجهة الأخرى بالنسبة إلى نهج البلاغة أولا ترديد ابن خلكان في أنه هل هو للشريف الرضي أو الشريف المرتضى في حقيقة الأمر يدل على جهل فاقع بهذا الأمر لأنه لم يدعي أحد على الإطلاق أنه للشريف المرتضى لم يذكر أحد ولم يتردد أحد في أن هذا الكتاب إنما جمعه الشريف الرضي أخل أخل شريف المرتضى ولم يقل أحد أنه يمكن أن ينسب إلى الشريف المرتضى وإن كان الشريف المرتضى عالما فقيها جليلا متكلما أديبا إلا أن الكتاب ثابت أن الذي جمعه هو الشريف الرضي ترجمة نانسي قنقر